اشياء ده مهمة جداً بالفريق انبيلح. عايز اتكلم بس عن بعض الحالات. اه دي كرة بتاعة حمدي فتحي. ما عنده مقدمش غير كده بالمناسبة بقى. بما اننا اتكلمنا على كرة حمدي فتحي واحنا قلنا ان هي طارد طبعاً مثلاً. وان هي كرة تصرف اللعب فيه مميز جداً في وقت زي ده صعب جداً. عارف لو مثلاً هو خد قرار زي ده في ديئة مثلاً 50-60 من المطر فكان لأ لسه في وقت. لكن في توقيت زي ده مقدمش غير كده. لكن تعال بقى هي دي كرة اللي قبل ايه؟ قبل الكرة بتاعة حمدي فتحي الاضطرد فيها. حد يا جماعة يقول لنا بعد اذنكم. دي كرة افشة ردد بص حضراتكم بايه بالكرة بتاعة حمدي فتحي الاضطرد فيها. واضحة لكن انا عايز اللعبة بتاعة افشة دي هتهالي كده نتكلم عليها ونركز فيها شوي. هل فيه اتنين او انت الحاكم راجع للفار محدش قاله خلي بالك على فكرة. اسمع مني بس على فكرة فيه ضرب الجزاء ايه؟ بالراحة بقى لو نعيدها بالراحة تبقى يعني قطر خيركم. الكرة جات في ايد افشة او عفون جات من افشة لما لعبها بدماغه في ايد مدافع للمكاولون العرب. ضرب الجزاء صحيح هتقولي طب ما كان فيه واحدة على حمدي فتحي. بس لما رجع للفار كانت فعلا جاء ايده في جسمه ما كبرش جسمه بايده. فبالتالي مش ضرب الجزاء لكن دي الراجل حاطت ايده ورى ضهره مفروضة. ايده ورى ضهره مفروضة. ياريتني جيبها يا جماعة اللقطة بتاع ضربة الجزاء لأفشة. ايده ورى ضهره مفروضة اهي بس واحدة واحدة بس اهو. فين بقى ايده؟ فين ايده؟ ده هو لعبها بايده. يعني الراجل لعبها بايده. هل الفار وهو بينادي على الحكم بيقوله خلي بالك المفروض حمدي فتحي اخو الطرد. ما قالوش خلي بالك المفروض الاهل يجي ضرب الجزاء قبل ما حمدي يرتكب الخطأ ده. انا مستغرب. ووضح ان احنا هنستغرب كتير قوي. يعني واضح ان احنا هنفضل في الازمة دي طول الموسم بقى. لان احنا السالة اللي فاتت قلنا سنة والدنيا هتتزبط والدنيا هتتعدل والموضوع هيبقى كويس. طب الاول قلنا اصل الفار الناس لسه مش متعود عليه. والناس لسه مش فاهم هالفار يتنفذ ازاي فالسنة الجديدة دي او الموسم الجديدة هنشوف شكل مختلف. لكن الواضح ان الاخطاء هي هاي. طب ادي ضربة الجزاء بتاعت افشي هتولي بقى بتاعت بيرسي تاو كده. عشان نشوف هي ضرب الجزاء او مش ضرب الجزاء برضو. الاهلي تقريبا على الاقل ضربتين جزاء. هما مفروض ثلاثة. على الاقل اتنين منهم يتحزبوا. بدون مبلغة. واحنا بنشوف اهو مع بعض ادي دي. دي جوه او برا منطقة بتاعت بيرسي تاو. نعدها. هنشوف اهو الراجل ماشي بيعدي. عدا. جابوه واقع الارض. فين بقى واقع فين. اهو واحدة واحدة. اهو الشدة والمسج جوه. على الخط وجوه منطقة الجزاء. هل مكانش من المفترض. رغم بقى ممكن حد يقولك لا هي برا منطقة. حد يقولك جوه منطقة ما عنديش مشكلة. انا ما عنديش مشكلة اختلاف في وجهات النظر او في الرؤى. مفيش مشكلة. لك انا مشكلة في ايه. مشكلة طب احنا ليه ما منديش الحاكم نقوله تعالى بعد اذن حضرتك. شوف الكرة في الفار. هو الفار ده موجود ليه. ما هو موجود عشان الحالات اللي زي دي. نعيد وينزيد فيها كده ونشوف من اللي حق وياخده. مش هو ده الهدف تعالفار. ولا الفار محطوط منظر. فانا مش عارف. ايه المشكلة لو كنا او كان حاكم الفار ندى الحاكم الساحق. قال له بعد اذنك يا كابتن احمد الغندور. يا رجل يا محترم تعالى. بص. شوف الكرة دي. من جوه لمن بره. خطأ جوه. المنطقة ولا بره المنطقة. وبعاك اقرر يا سيدي. ما عنديش مشكلة. راجع بس الفار. اشتغل بالفار. استخدم التقنية. استخدمها. فيها دي واحدة تانية. يبقى لنا كرة افشة. كرة بيرسي تاو. هاتلي بقى بتاعت محمد شريف كانت في الشوت الاول. اهي. دي ايه ما هو كفة. اهو الرجل جايبه من ايده موقع. زي الكرة بتاعت بيكا من السنة الفاتت في مطش دجلة. فيها شبه منها. جايبه من ايده موقع. هل دي ضرب الجزاء او مش ضرب الجزاء. ها. ماشي. حد بيقول اهو ضرب الجزاء. وحد تاني بيقولك لا مش شرط تتحسب او. طب يا سيدي انا برضو مش مشكلتي يا ضرب الجزاء ولا مش ضرب. انا مشكلتي اهو. الرجل جايبه من ايده موقعه. انا مشكلتي حضراتكم. ليه ما بترجعوش للفار. ليه في حالات الاهلي تحديدة ما بترجعوش للفار. ادي ايده اهو. الرجل مدافع المقاولون العرب فاروق نور الدين. جايب محمد شريف من ايده موقعه. هل لقطة زي دي. من المفترض انها تستدعي اللجوء للفار. ولا حاجة عادية جدا مش مستهلة فار. لا طبعا مستهلة. طبعا مستهلة. يا سيدي خد قرارك. بس رجعلي للفار. روح للفار والله ما هتخسر حاجة. هم خطوتين كده. الاخر الملعب خطوتين من الحتة دي. الاخر الملعب. او لنص الملعب. مش اخر الملعب كمان. هتروح تبص على اللقطة. وخد قرارك زي ما انت عايز. بس روح بص على الفار. روح تفرج شوف اللقطة تاني. هو لعب هنا بصراحة مش على احمد الغندور. هو لعب على الراجل الموجود في الغرفة بتاعت الفار. فقريب اسمه يا جماعة يعني. راجل محترم وراجل كويس وكل حاجة. انا كده بتكلم في شغل. بتكلم في جانب فني. خاص بالتحكيم. هل مكسل؟ فيه كسل مثلا اقول لك كابتن حق احمد الغندور يا كابتن تعال بعد اذنك شوف الكورة. فالحاجات اللي ازاي دي. مش عارف الحل فيها ايه. يعني واحدة تنبح صوته. مش احنا بقى بس. لأ برامج كتير في مختلف قناوات كتير. فحيطة كتير جدا. الناس تنبح صوتها. يا جماعة حاولوا تعرفوا تستخدموا التكنية. يا جماعة عملوا معسكرات للحكام عشان يعرفوا تستخدموا تكنية الفار. يا جماعة حاولوا تتدوروا من التحكيم. يا جماعة شوفوا حل في القصة دي. محمد عباس قبيل حكم الفار. ايه مشكلة يا كابتن محمد لو كنت قلت. للكابتن احمد تعالى يا كابتن احمد. انا كابتن محمد معاك اهو. تعالى نبص على الكرة دي مع بعض. فانا حاجة غريبة. هنفضل في القصة دي لحد امتى. لكن هو الواضح انه برضو مش هيبقى فيه تطور. عشان يا جماعة من نقعدش نضحك على بعض بقى. ونقعد ننبح صوتنا. ونقعد نتكلم كتير. مش هيبقى فيه تطور ليه. لأنه مفيش اهتمام. مفيش اهتمام ليه؟ لأنه مفيش تفرغ. مين هو اللي مش متفرغ؟ رئيس لجنة الحكام. مش متفارغ. الراجل انا لو مكانه. والله العظيم بجد. لو مكانه هجيب كده بعد كل جبلة الحكام. نقعد مع بعض. بالفيديو باللقطات. ادي رقم واحد انت غلطان في كذا. دي مفروض خلي بالك بعد كده. مفروض يتعامل كذا كذا كذا. الرقم اثنين دي كانت المفروض تبقى بالشكل الفليني. الرقم ثلاثة هنا القرار كان المفروض يبقى كذا. رقم اربعة برافو عليك في القرارات اللي انت خطو. بس في الاول وفي الاخر. اعضى انبه على الحكام بطوعي. اتكلم معاهم. اعرفهم اخطائهم ايه. اشيد بهم لو خدوا قرارات صح. لكن كم دا بتعملش. لان بنشوف الحكم بيسافر رئيس بعثة. اللي هو رئيس لنجنة الحكام يعني. بيسافر رئاسة بعثة. مش عارف بيدخل مدخلات كتير جدا. بيدفع مطلق عن الحكام رغم الأخطاء. فاقسبنا. وقال اهلي كان كويس وفي شكل مختلف وكل حاجة. لكن الحاجات زي دي. كان عامل من ضمن العوامل. عشان بقى موضوعي مع حضراتكم. اللي خسرت الاهلي السنة اللي فاتت. الدوري. من ضمن العوامل الحكام. وكان عامل بنسبة كبيرة جدا. تفوق الخمسين في المية. فنتمنى التخلص من هذه الازمات الصغيرة. والأخطاء اللي مش بسيطة بقى. لأن الأخطاء بصراحة بتأثر في نتاج المبريات. ومثلا كرة بتاعت شريف دي. إفرد الأهلي كان خرج بقى مبارح متعادل. ما كانش حمدي جاب جول. كرة بتاعت بيرسي تاودي. إفرد ما كانش يجبناك جول. والناس كلها بتقول لو دلوقتي. مش مقانا احنا. كله دلوقتي يقول لك. أصل لو مش عارف الشوت الأولاني تحسب. والشوت التامي تحسبش. كلنا احنا. ولو مش عارف الكرة دي. ما دخلتش كان حصل. خلينا بقى احنا كمان. رغم ان ده مش طريقتنا واتجاهنا يعني. بس هو اسقاط يعني بشكله باخر. لكن في كل أحوال. مبروك للنادي الأهلي. ونتمنى أداء أفضل من الحكام في المبروكات. عندك المطش الجاي. مطش المحل. انت خلصت مرحلة.